بحث وزير الصحة العامة والسكر الدكتور قاسم بوحي بحب العاصمة البؤقة عدل مع ممثل صندوق الأمم المتحدة لسكان لدى بلدنا انشرح أحمد جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي واستمع وزير الصحة في اللقاء من المسؤولة الأممية إلى شرح حول تدخلات الصندوق في القطاع الصحي لا سيما في مجالات الصحة الإنجابية وحماية الأم والطفل وأماكن التدخلات والأفكار والرؤى المستقبلية لجملة هذه التدخلات واشدد وزير الصحة على ضرورة إشراك الوزارة لدى إعداد الاستراتيجيات والتدخلات وتعزيز العمل المشترك والفاعل في البرامج المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان لا سيما تلك التي تعنى بالمرأة والطفل مشيرا إلى أن لدى الوزارة رؤية خاصة لإنشاء برامج الوطني للقابلات لما لهن من أهمية في السياسة الصحية والسكانية من خلال انخلاطهن في الشبكات الاجتماعية للتوعية ولفت أبو حيبح إلى ضرورة تبني الصندوق لجوانب الدعم النفسي باعتباره محور مهم في ظل الأوضاع الرهنة التي تمر بها البلاد داعيا لدعم جهود الوزارة ومنظمة الصحة العالمية في إنشاء العيادات النفسية في المحافظات ترجمة نانسي قنقر